راديو دبنغا أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا العزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس عام 2023 برنامجنا يجتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية سنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عنوينها الجيش ينفي أي اتجاه للتوقيع على هدنة وتصاعد المعارك في الخرطوم ونيالة إعلان حضرت الجوال في شمال كردوفان والدعم السري يتهم الجيش بمحاولة تأجيج شرق السودان الأمم المتحدة تكشف عن نزوح حوالي أربع مليون شخص وتزايد معاناة النازهين جراء الأمطار اختصاب خمسة نساء في محلية ميرشينغ بجنوب دارفور وخمسة خمسين حالة وفاة وإصابة بضربات الشمس في البحر الأحمر والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبدالله ما يتردد عن هدنة وشيكة بين الجيش والدعم السري في جدة وقال في تصريح صحفي نشرته صفحة القوات المسلحة على فيسبوك يوم الأربعاء إن الحديث عن هدنة غير صحيح مؤكدا إن التفاوض متوقف الآن وإن وفد الجيش المفاوض ما زال في السودان وترددت أنباء خلال اليومين الماضيين عن اتفاق وشيك بين الجيش والدعم السريع على هدنة طويلة المدى لمدة شهرين تصعدت حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع في أجزاء واسعة من العاصمة يوم الأربعاء وقال شهود عيان لراجو دابنغا إن الطرفين تبادلوا قصفا متفعيا عنيفا في عدة مناطق من الخرطوم ومدرمان يوم الأربعاء وأكدوا تحليق الطيران الحربي في جنوب وشرق الخرطوم ومدرمان واستمرار القصف الجوي مصحوبا بدوي المضادات الأرضية في أحياء بري والرياض بشرق الخرطوم وأضاف الشهود إن هناك قصفا متفعيا مكثفا من جنوب أمدرمان تجاه ارتكازات قوات الدعم السريع في حي الصالحة والمربعات بأمدرمان أعلنت السلطات بولاية شمال كردفان حذر التجوال بالولاية اعتبارا من يوم الأربعاء 2 أغسطس الجاري بموجب أمر الطواري وقال بيان لحكومة الولاية إن الأمر ينص على منع وحذر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى الخامس صباحا في الولاية إلا لضرورة ملحة على أن يطبق الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية شمال كردفان من جهة أخرى أصدر الوالي أمر طواري قضى بمنع استخدام الدراجات النارية والكهربائية شهدت مدينة نيالا هدوءا حذرا بعد تبادل لإطلاق النار العشوائي والقصف بالمدافع الثقيلة بين الجيش وقوات الدعم السريع استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء وقال مواطنون لراديو دابانغا إن نيالا شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية نشاطا واسعا للمتفلتين الذين ينهابون ممتلكاتهم وأوضحوا أن المدينة تعيش في ظلام دامس منذ أسبوعين جراء انقطاع التيار الكهربائي وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص ما زالت هناك تبادل لإطلاق النار العشوائي وقصف بالمدافع الثقيلة من قبل الجيش وقوات الدعم السريع داخل وخارج المدينة وشهدت نيالا خلال الثلاث أيام الماضية نشاط واسع للمتفلتين حذر ناشطون في مدينة مروابة بولاة شمال كردفان من مواجهات وشيكة بين الجيش والدعم السريع في المدينة يوم الأربعاء وطالب سكان المدينة طرفية الصراع بالنيب الاشتباكات بعيدا عن المناطق السكنية وقال ناشطون في مدينة مروابة لراجو دبانغا أن قوة من الجيش متمركزة في مدينة تندلتي في طريقة لولاة جنوب كردفان وأوضحوا أنه متحركا آخر من الجيش قادم من ولاة جنوب كردفان تمركز بمنطقة الكيلو 44 شمال مدينة العباسية بينما تمركزت قوة للدعم السريع في اتجاه مدينة الرهد وأشار ناشطون لاجتماع عقده أعيان ومنظمات المجتمع المدني بالمدينة نهار الأربعاء لاحتواء الموقف قتلت امرأة في مزرعاتها مساء الثلاثة على يد الماليشيات بمنطقة دوغي بمحلية مرشين بولاة جنوب دارفور وأوضح مواطنون من المنطقة لراجو دبانغا أن القتيلة اسمها دار السلام آدم حسين وتم دفنها صباح الأربعاء بمنطقة دوغي من جيه أخرى تعرضت خمسة فتيات ونساء بمنطقة أبو حمرة بمحلية مرشين بولاة جنوب دارفور لاختصاب على يد ماليشيات مسلحة يوم الثلاثة وقال أهد أفراد أسر المختصبات لراجو دبانغا أن عدد من المسلحين الذين يستقلون الجمال اختصبوا خمسة فتيات ونساء من بينهن شقيقتين أثناء وجودهن في الزراعة جنوب المنطقة أعلنت وزارة الصحة بولاة البهر الأحمر عن وفاة 13 حالة وإصابة 42 آخرين بضربات الشمس في برسودان منذ يونيو الماضي وقال الدكتور هاشم وثمان مدير الإدارة العام للطواري ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الولاية لراديو دبانغا أن المدينة تشهد سنويا خلال الصيف انتشارا لحالات طربة الشمس وقال أن الموسم بدأ هذا العام مبكرا من يونيو الماضي وأوضح أن النازحين أكثر عرضة للإصابة لعدم الإلمام بطرق الوقاية واقتصاز مراكز اليواء مبينا أن مواطني المنطقة أكثر إلماما بالإرشادات الوقائية وأضاف هذا الخصوص تواصل توقف حوادث مستشهبر سودان التعليمي الأربعاء لليوم الخامس على التوالي بسبب استمرار إضراب الممردين على خلفية عدم صرف المستحقات المالية منذ أربعة أشهر وقال الناشط المجتمعي الأمين حامد لراديو دبانغا أن أكسام أخرى انضمت إلى الحوادث لترتفع نسبة الإضراف في المستشفى إلى 80% وأوضح أن الممردين لم يتحصلوا حتى على مبالغ الترحيل التي تمكنهم من الوصول إلى المستشفى وأضاف هذا الخصوص أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين في جميع أرجاع السودان إلى أكثر من 3 ملايين فردا بزيادة 334 ألف نازحا عن الإسبوع الماضي وأشرت المنظمة في تقرير لها يوم الثلاثة على عبور نحو 927 ألف شخص الحدود إلى دول الجوار وفي ذات السياق أعلنت مفوضية اللاجئين الأممية بمصر الأربعاء عن وصول 270 ألف شخص إلى مصر بعد فرارهم من الحرب في السودان تتزايد معاناة النازحين في مراكز اليوا في مختلف الولايات التي تأوي مئات الآلاف بسبب حلول فصل الخريف وحطول الأمطار وقال سيد محمد من إدارة مركز إيواء الوافدين بمصفة القلابات في سنار لراديو دابانغا إن المركز يعاد مستنقعا لمياه الأمطار وحذر من تفشي الأمراض لعدم تهيئة المكان من ناحية بيئية وصحية وأوضح أن المركز يأوي مئات الوافدين من بينهم 135 طفل دون الخامسة وأشار إلى تعرض عدد منهم للغاية الثعابين أثناء لعبهم في ساحة المركز وأكد إن الحاجة ماسة لتوفير الدقيق والمواد الغزائية مثل الأرج والعدس واللحوم والأواني والملابس وغيرها وأضاف هذا الخصوص مركز إيواء الوافدين بمدرسة القابلات هو للأسف عبارة عن مستنقع لمياه الأمطار نحن محتاجين ردميات محتاجين فتح المجاري نحتاج للدقيق أي أنك عن نوع للكسرة أو للقراسة أو للعيش ده ممكن يكون واحد من المهددات الرئيسية تسلمت وزارة الصحة الاتحادية صباح الأربعة عبر مطار برسودان 12 طن من لقاحات التطعيم الروتيني للأطفال وقالت الوزارة في بيان أن اللقاحات هي دعم من التحالف العالمي للقاحات والتطعيم وبتيسير من منظمة اليونسيف والتي قامت باستئجار طائرة خاصة لنقل هذه اللقاحات للسودان وأضافت إنه تم استلام لقاحات الحزبة والشلل العضلي ولقاح المكورات الرئاوية وصف يتم استلام 12 طن أخرى يوم الجمعة القادم من لقاح الروتة اتهمت قوات الدعم السريء البرهام بمحاولة التغطية على نشاط عناصر المؤتمر الوطني في عدد من الولايات خاصة شرق السودان وحذرت في بيان يوم الأربعة من نزر الحرب الأهلية بين مكونات شرق السودان بتسليح بعض القبائل دون الأخرى مما يشكل مهددا للنسيج الاجتماعي الذي يعاني أصلا من احتقان متراكم وأكدت إن خروج قيادة النظام البائد من السجون وتحركهم من ولاية الخرطوم إلى ولايات السودان المختلفة جرى بترتيب تام من قيادات المؤتمر الوطني في القوات المسلحة دخل انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من ولايتي الجنوب وغرب كردفان يومه الثاني حتى يوم الأربعة وذلك بسبب عطل فني وأفاد مواطنون في الدلن راجو دابانجا أن التيار الكهرباء انقطاع يوم الثلاثة بعد الظهر وشاملت المناطق التي تأثرت بالانقطاع محليتي الدلن والديبابات بولاد جنوب كردفان ومحليات أبو الزبت والفولة بولاد غربي كردفان وعز أسباب الانقطاع العطل فني في الخض الرئيس الناجل للكهرباء المؤدي لمدينة الفولة وأشار إلى توقف عمل الطواحين وقطاع التأمين الصحي بالإضافة إلى المؤسسات العامة خاصة البنوك وشبكات الاتصال اشتكى مواطنون من محلية كرري بأمدرمان من تزايد عمليات النهب والسلب في الطرقات بواسطة أفراد الجيش وقال صحفي من المنطقة لراديو دابانجا أن عمليات نهب المواطنين تستمر بشكل يومي وتطال الهواتف والمبالغ النغدية وأوضح أن سائق عربة تعرض لنهب مبلغ نغدي يبلغ 3000 جنيه فيما نهب الجنود 6 جوالة دقيق من أحد أصحاب العفران ووجه النداء لقاعد المنطقة العسكرية في كرري للتدخل ويقاف عمليات النهب الجارية ومحاسبة المتورطين كشفت هيئة محامدة أرفور عن تعرض نائبة رئيس الهيئة نفيس حجر وابن شقيقة للضربة المبرح من قبل عناصر قوات الدعم السري وقالت الهيئة في بيان يوم الأربعاء أن نفيسة تعرضت للضربة المبرح في شارع الكلاكلة اللفة باتجاه المنورة من عناصر قوات الدعم السري المرتكزة بالشارع وأوضحت أن القوة فحصت جواز ابن شقيقة ووجدت عليه إقامة بالمملكة العربية السعودية واتهمته بأنه يعمل ضابطا باستخبارات الجيش وذلك ما نفاه تماما وأشار البيان لصابة نائبة رئيس الهيئة وابن شقيقتها بردوخ وكدمات جراء الضربة المبرح وإطلاق الرصاص على الهواء جوارهما الخبر الأخير في النشرة أعلنت روسيا الثلاثة أنها أجلت أفراد سفارتها في السودان بسبب المخاطر الأمنية العالية جراء الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السري وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنها أجلت بعض موظفي السفارة الروسية المنغولين من الخرطوم وكذلك المواطنين الروس وأفراد الأسر من برسودان وأضافت أن الأفراد الذين تم إجلاءهم وصلوا إلى قائدة جوية بالقرب من العاصمة موسكو في رحلة خاصة يوم الثلاثة وجاء في البيان الصحفي أن عمل القنصلية الروسية في برسودان مستمر كالمعتاد مستمعنا العزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار القدمناها لكم من راديو دابانجا وإلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى